السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله تكونوا بقل في خير صحة وسلامة حبيت اليوم اشاركوا اياكم طريقة تجهيز الدولمة ولفه هذه الدولمة البصراوية تجي حامضة هواية طيبة وهنا بديت بالبداية هاي النوع من انواع تفريغ البصل او تحضيره للحشو بالبداية اضرب على البصل يعني فد يعني شي باق او شي ثقيل شوية لحد ما يبدي تقريبا تطرى القشرة مالته من الاسفل من العلاء لحد ما يجهز بعد ذلك ابدي افتح لفتحة صغيرة هي شي من من الراس مالته من الاسفل ومن الاعلى وبعد ذلك امشي الستشينة يعني تقريبا اوصل للوسط بس وبهذه الطريقة راح تبدي اوراق البصل تطلعوا يعني بكل سهولة وعندي طريقة ثانية ايضا مرة اراضتها بقناتنا الولا شايم هي نفس البصل افتحها من الوسط وايضا اشيل من الاسفل ومن الاعلى افرزها من بعد ما تجمد تاخذ يعني اه يعني قالب تجمد اطلحها قبل فترة واقدر ايضا اسويها بكل سهولة وهنا عندنا طبعا مو كل الخضروات تكون متوفرة عندي مرات حصل كوسة او شجر صغار او البيتنجان صغار هل مرة ما حصلت بيتنجان ولا شجر فاكتفيت بال بال بصل وبالفلفل الاحمر والطماطع اكيد يعني ان شاء الله تكون متوفرة و وشانت عندي بيتنجانة واحدة بصراحة بس كانت هواية شبيرة ف قلت خليني احشيها همين حبيت اشوفكم هذي المحفارة ما تصورونش قد مفيدة هسا شوفوا مثلا حشية البتية هنا اه يعني حفرتها حضرتها للحشوة وشوف شون تجي هواية مرتبة وتحفره بعمق وبنفس الوقت تسوي ان الغلاف الخارجي يعني يصير خفيف بدون ما تعذبنا مثل المحفارة العادية فهذي تجي ويا سيتات او اه يعني شون اللي تصير للفواكه والخضروات تسوي ديزاين معين تجي هاي بيها جهتين جربت بيها البيتنجان وجربت بيها الطماطة همينة نفس الشي تحفرها بطريقة حلوة وهي مثل ما شوفون البطيتة واكيد الكوسة نفس الشي صر قشرة خفيفة بدون ما تعب بالنسبة الحشوة هنا نقعت تمن تقريبا خمسة كواب من التمن العادي التايلاندي اللي يحتيو على النشا أفضل بكثير وعندي اللحم المفروم تفرمونا بالإيد أو تفرمونا يعني جاهز وعدنا أيضا بعض البهارات خليت هنا مثلا الثوم المجروش إذا حبيت تنكهوه بالثوم وعدنا البابريكا وأيضا عندنا هذا الكاري وهي بهارات السبعة أنا أطحنها بالبيت إذا حبيت تشوفوها عندنا قناتنا الأولى شايم هي موجود بفيديو ورشم الفيف الأسود وقليل من الدار سينا والقرفة هاي بهارات وتشكيل كاملة للدورمون خليت المعجون والشبين والكزبر أو المعدنوس وعدنا السماء كمية لينطيها طعام هواية طيب وهذا اللي مندوزي بالنسبة لهذه الكمية يرادلها تقريبا ملعقتين أو ملعقة منص بالإضافة إلى ذلك خليت تقريبا هنا عدنا نص كوب أو شوي أكثر من عصير تمر الهند نقعته بشوي ميحار أخذتلي قطعة يعني تقريبا ملعقتين طعام ونقعتهم ميحار بعد ذلك أخذ منهم العصارة وبالنسبة للب البيتنجان الكوسة الشجر يعني أو البوتيتا كلها نقدر نفرمه ونخليه بنفس الحشوة ينطيها طعم طيب وتصير غنية بالطعم الخضروات بنفس الوقت نعم بعد ما خلطتها الحشوة أبدي أرتب قاعية الجدر طبعا ما عدنا ضلوع يعني بصراحة ما شام توفر عدي وبالنسبة لعطود السلك ما متوفر عدنا همين فأخلي قاعدة من البوتيتا هي أول قاعدة تكون أفضل من ما نخلي البصل مباشرة أول طبقة أخليها على البوتيتا هي البصل رشية رشة بسيطة من الملح على البوتيتا وشوي زيت وابدي أصف الطبقة الأولى من البصل عم مثل ما شوفون نرتبها يعني ما نملي البصل كامل نخلي بها شوي مجال لللف حتى تنطوي لما نصف عليها الثقل باقي المواد والخضروات فرح تبقى ثابتة على نفس الشكل وهي البيتنجانة بصراحة اللي لقيتها بالثلاجة البيتنجانة الوحيدة صح كبيرة بس يعني المهم تطعم طيب بالدولمة وبالنسبة للبوتيتا همين أحشيها وأغطيها بورق العنب والطماطا قاعدها بالوسط الدولمة الدولمة العراقية هواية مميزة تكون مشكلة بها الخضروات تكون يعني تحتوى على اللحم تختلف عن اليالنجي تختلف عن كثير أو الورق العنب له الطعام هواية مميز وبالنسبة للبوتيتا اللي إذا صار تعدكم مثلا هذا الثقوب نقدر نصلحها ننزل بها ورق العنب بهذه الطريقة ونبدأ نحشيه براحتنا يعني بدون ما يبقى هذا الثقوب أو تطلع من عنده الحشوة نحاول قدر الإمكان أنه نسكر المواد اللي نحشيها أو الخضروات حتى ما تطلع الحشوة برا بالسلك أثناء الاستواء وهنا رشيت عليها رشة من بين الطبقتين من الباقلة الخضرة تحبون تفلسوها وتبقى يعني بهذا القشر بالنسبة لحشوة الورق العنب الوجه الناعم يصير من الأسفل والعروق الخشنة نصير على وجه حتى تبقى بلمعة ولفتها مثل ما شفون هواية سهلة نبدأ نفرش الحشوة بشكل طولي وبعد ذلك نبرمها ونشد عليها لحد لحد ما تخلص ويان الكمية نفرش الحشوة على الوجه الخشن والوجه الناعم هو اللي رح يبقى بلمعة نلف بالجدر هيج يصير شكلها جهزت كل الكمية لفيتها بورق العنب وهس ان شاء الله رح نبدي نصفها بالجدر خصوصا المناطق اللي تكون شوية ناصي نصفها على الداير هنا أبدي أصفها وأجهزها أخليها بالثلاجة وأجهزها ثاني يوم الصباح أبدي أطبخها تكون عليها هواية سهلة من بعد ما صفيت ورق العنب على الوجه إذا بقعت من ورق العنب نقدر نخلي نغطي الوجه بالكامل حتى الحشوة ما تطلع عندنا بره بالسلك وبما أنه هذه الدول ما تحتوي عليه الخضروات يعني مثلا البيتنجان بطن البصار البتيتة فما رح تحتاج مي بالطبخ أغطيها في شي ثقيل صح نش أجهزها أغطيها وأخليها بالثلاجة ثاني يوم إن شاء الله أطبخها أتمنى يعجبكم هذا الفيديو وتستفاد من عنده بنياتنا الصغار وهي بديت طبعا أرتب المطبخ من بعد ما صارت عندنا هوسة من الدولموت أتمنى منعدكم الاشتراك بالقناة إذا ما كنتم مشتركين حتى إن شاء الله تصلكم كل الفيديوهات الجديدة في أمان الله حباك ترجمة نانسي قنقر